ما حدث في الثمانية سنوات الماضية إعجاز بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى لأنك دولة بتحارب الإرهاب والفكر المتطرف ولديها أزمات محيطة بيها يعني منطقة مشتعلة بأركنها النيران نتكلم الجنوب، الشرق، الشمال، الغرب يعني نبص كده على الخريطة سوف تجد نفسك محاط بألسنة النيران من كل جانب وبالتالي كان ممكن بكل بساطة أن الدولة تقول أنها أحارب الإرهاب والفكر المتطرف والمخاطر القادمة من الخارج ممكن هيبقى لها حق بالمناسبة أنها تتجه مثل هذا الاتجاه دون غيره ولا تفكر في غيره يعني أنا عليزم حافظ على الدولة وكناساعتها برضو هنقول ده يعني ده إنجاز وكفاية اللي احنا قدرنا أن نحن نحافظ على استقرار الدولة المصرية في ظل هذا الاتراب الإقليمي ولكن الرؤية حتى المصرية في مواجهة هذا أو هذه المخاطر المتعلقة بالأمن القومي المصري كانت رؤية مختلفة والنظرة هنا بقى أن كل الحلقات متصلة ببعضها البعض يعني التنمية والإعمار والمجابهة الفكرية والمجابهة المسلحة للعناصر التكفرية وبناء دبلوماسية متحررة ولديها اتزان سياسي وتعمل على كافة المحاور وترتيب دوائر السياسة الخارجية مع وجود اتزان دبلوماسي المصر وقوة دبلوماسية للدولة المصرية مع قوة رضع وبناء الجيش المصري وبناء الشرطة المصرية من جديد وعادة القوة لمؤسسات الدولة هنا القادة السياسية شافت أن كل ده بيكمل بعضه البعض مش هعرف أحارب الإرهاب وأنا ما عنديش تعمير وبناء مش هعرف أحارب الإرهاب وأنا ما عنديش قوة دبلوماسية تمكنني من طرح الحلول السياسية وتخليني كمان موجود في أي معادلة لأي حل لأي قضية إقلمية عشان كده كنا بنشوف أو ما زدنا طبعا بنشوف القضية السياسية المصرية موجودة في أي مؤتمر له علاقة بقضاءة إقلمية محيطة بين يعني السيد الرئيس كان موجود في مؤتمر بليرمو مؤتمر باريس مؤتمر برليم أي مؤتمر حتى مؤتمر باريس الخاص بالأزمة السودانية كان السيد الرئيس موجود وبالتالي احنا بنتكلم هنا أنك فرضت نفسك إقليمياً بشكل دبلوماسي مع المواجهة المسلحة مع بناء مؤسسات الدولة مع أيضاً قلق قوة اقتصادية وبنية تحتية مصرية قوية